إِلَهِي وَلَا لِتَنْبَلْ وَلَا لِبَطَّالِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةٌ ألا فليكن الوجود للإسلام والرسالة الإسلام والهوية الإسلام له نحيا وبه نحيا وعليه نموت حزننا لله وغضبنا لله ورضانا لله حياتنا لله ومماتنا لله لسان حال الواحد منا قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الحفيظ على ذمته ها هو نوح يدعو ويسعى كما سمعتم قبل قليل لا يفتر ولا يأس بالليل والنهار لمدة تسعمائة وخمسين عام ماذا بقي في حياة نوح لم يسخر للدعوة إلى الله جل وعلا وما النتيجة لم يؤمن معه كما سمعتم إلا قليل وها هو صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذا الدين ويثقل الهم به حتى يواسيه ربه سبحانه بقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يريد حياتهم ويريدون موتا يريد نجاتهم ويريدون غرقا يأخذ بحجزهم وهم يتهافتون كالفراش على النار ثم انظر من بعده إلى صحابته رضوان الله عليهم تجد حياتهم قد أوقفت لله رب العالمين في اليقظة يعملون لهذا الدين في الليل يعملون لهذا الدين أمانيهم حتى لخدمة هذا الدين لم تكن حول قضايا شخصية ولا هموم أرضية يجمع عمر أصحابه يوما من الأيام ويقول تمنوا فيقول أحدهم أتمنى أن يكون معي ملء هذا البيت جواهر فأنفقها في سبيل الله فيقول الآخر أتمنى أن يكون معي ملء هذا البيت ذهبا أنفقه في سبيل الله فيقول عمر لكني أتمنى أن يكون معي ملء هذا البيت رجالا أستعملهم في طاعة الله حملوا هم هذا الدين لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس صحيح إذا مشاك المقعد لكن هل أعجبتك خصالهم إذا أعجبتك خصال مرئ فكنه يكم منك ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك ليسأل كل واحد منا نفسه كم جعل من وقته للدعوة إلى الله ماذا قدم لذين الله عز وجل ماذا قدم لنفسه كم اهتدى على يديه إن الإجابات واضحة ومخجلة لم نعطي للدعوة سوى فضول أوقاتنا وسوى فضول جهودنا إلا عند من رحم الله لكن الفرصة لا زالت قائمة فجد واجتهد عبد الله وسارع فستبقى طائفة على الحق منصورة فجند نفسك أن تكون في ركاب هذه الطائفة فإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوسن قادمون وخزرجوا وإنا لندعو الله حتى كأنما نرى بجميل الظنم الله صانع وإنا لندعو الله حتى كأنما نرى بجميل الظنم الله صانع يا بل الله يا بل الله يا بل الله يا بل الله